إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفسي واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد وخفادل إن شاء الله تعالى أتدبوك فالشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة أتدبوك فالشيخ الإسلامي أتدبوك فالشيخ الإسلامي أتدبوك فالشيخ الإسلام 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 يقول الذي رضيه إلي الله في출ه على الديكال ذيه يقول إليه الذي هذا من heraus في هذا الم وهنا جلل الملك يده يقول ولا mistaken وهنا 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 إليه ليه إليه أحي ليه 25 هه وأحي إليه которое ذيه أحي وفيه والمت وي spreadsheet وهنا هذا trusts أو اذا كان جيدا أو في كريسي وهي افتح التوطني وهي او بينما تعني وله فهي يأتي او إذا صنع الكثير ونفتح ونفتح الروسوس صلى الله عليه وسلم لا توجد هناك وعمل لهي فمكن إسلام دستخدم denستخدم أسفل أنه الذي أسفل أنه أسفل لي وذوق أنه يكاجر أنه يجب أنه ليس وغل فيه وغل فيه إلا كان من أصحاب النار إذا كان ي مهم في الهل في الهل ويرا 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 فه 계속 بيث بيث ونيرذق إن هنبخ سبخ بيث أو ميوجود أو ميوجود أو خرسن أو ميوجود أو ميوجود أو ميوجود إنه كافر ومسلم هو دولت أن يقول بأن التجريه إبقى النبي صلى الله عليه وسلم أديه فإن الله جل وعلا إذا قال إن أمان الله إذاً امامه إذاً كافر ومتplaying وتديني أنت أي ليس أ Rogani إن الإسلام بشكراً أشخبي المقصة التي تنبقى ستحدثين قطعهم ستكون ومدرسة ونفترواحة ونفترواحة نفترواحة ونفترواحة ونفترواحة يقصدوا ونفترواحة هذه الحرب أو يمان أتحان أو فيواجفه هذا سي Hope فدمت أن يؤمن أنه يجب أن يجب أن يحب هذا يجب !( الله تعاله يقول يقولون وأنها محتفظت على أن ي يحتцевل من إليه ايه ل الإسلام هذا تزال من نحيه الله سيحن فيه القرن يا أَيوه لذين آمنوا الدخل في السلمي كافة هل تجلوحون البطريد الإسلام في زن مهيل في زن مهيل إنه إليه استمتع في القرنة ستبعون مهيه ويه هذا تبعون أمه ادعون إلى الديوonas من الإسلام أو إ perspectض من الإسلام إلسانة إنه أده �ي إذا إنه أده هل أده بميزارة هل يمنيات إسلام إنه أده بميزارة إنه أده إنه أده إنه تجلي إنه لده أده ما الله سبحانه وتعاله أده 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 ما هذا أده أده أنه لقتن أده أده ما أده لأنه الأده الشيخ رحيمه الله تعالى هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاع ولباراؤت من الشرك والهل هذا هو يظه إلى محتج الحّ لذلك الموضوع من قناة الذي يبدون المصنع من ملكة هذه الكرى الشكل هذه المنوضوعات هذه المسنع هذه المنوضوعاته أولاً يقول أنه يقول منات فيما أنه أنه يتوقع على الله على الله يعني على الله يعني الإستسلام لله بالتوفيد يعني واحد ذلك يعني أن يнетه أنه في كل ما عن النهج على الجزء لا إله nenhum أريبُ Watاء الله ألي و لم يمين أريب gin لنهج لي بطmic bم و لي الله جل وعلا. ذاته الاسلام لله بالتوحيد. الاسلام لله بالتوحيد. إذن أنه موسلم هو مدينة من الله ومن من أخرى. ليس مثل موسيقى. موسيقى يمكن أن يدينة من الله ويمكن أن يدينة من أخرى. مثل في الوقت صلى الله عليه وسلم الموسيقى يجبون في الله. لكن ذاته كانت لئي من أخرى أعلى 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 أ الاهي بالتوحيد إذا أرقى أن أعرق ويوم يروفي ب worth organizations 10ie ويوم تسعم desapare ويوم اتشبت ويوم أتحسن هو للسيطان ويوم يقولون نعم 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 الله جل وعلا وقت عشاد السبيت ي不過ى وأن الفى أربчас انه أنه اكее هو يمة أعلى يمة ان تسمع أحسن أو يقول سه عن يمز keh يسار يح Wohn ان سو قرس إن جاءت insanوافت الاجتماعي إن جاءت الوظارات إن جاءت إلى przestألهم إذاً�� لست أنت إن جاءت قد دورهم كأن له تنسطر الآن إن جاءت إذن إن جاءت إن جاءت إن جاءت إن جاءت إن جاءت أجرحال إن جاءت إذاً إن جاءت لكن ان يستططد حصلدained كان بعد انتزيل يعني الإصرار أن يخدوا أنه ي احقند ierungsه أح أحب What ان يتكن أن يجد أن ينحق أنه يحقند أنه يوم سربي و يحيده أنه يلصر لي يحيده أنه يحيده المرزيح يحيده يحيده يُحيده يحيده 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 أو أطوله يحيده يجيزه يحيده لكنه менее Rust إنساء أريد أن أجعني شيء يكون ترجمة یعنال يُقد everything هل أنهم تغيير ربما ihn فيه طيب او الى المسلمين نلاتيzع زندام زندار 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 إع.» للمسلمين مضحبت منطقه على الله صلي وعلا يعني منهم أيضا شرطت كالترجمة يقولون لن نحن أيضا في تجنزل من تطبيقه إلى أجنزل التي احضر إلى نفسه يحرر ان تشعف سأحضر يشعر يسحرر يلي أن يويد يسعر يعني يكير و Hanبر نعم النساء نعم 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 لكنني لا يقال بالنسبة يمكنني اتهى كبير أيضا لا تركيه عندما يحضر الانتبقى بالنسبة للإسلام يجب هذه الرجل يحضر الانتبقى بالنسبة هذا أيضا ليس دائما لماذا؟ يجبه لا يشعره بناهى الله في حيث هذا يسمى كفر اعراد أنت بهورت تتنواق الإسلام هايدوت نيس عن الإسلام هايد ليرتت نيس هايد لنخي كنس انفرغت تتال خين أنكل دات طيب أصدت زو فوركومت تنزو إيمان خين مسلم متعايب زغدت نيس عن الله جل وعلا النيس طيب قال الإستسلام الله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والباراتو من الشرك والباراتو من الشرك is ook een onderdeel van الإسلام en een voorwaarde voor الإيمان والباراتو من الشركي وآهلي wat houdt dat in? het verwerpen van de الشرك en de aanhangers van الشرك, de mensen die الشرك plegen of bedrijven dus الإسلام zijn deze drie onderdelen onderwerpen aan الله جل وعلا door hem alleen te aanbidden en niemand anders ten tweede onderwerpen aan hem door hem te gehoorzamen en derde onderdeel is het verwerpen van afgoderij en shirk en ook de mensen haar aanhangers يعني wat betekent het verwerpen van een shirk en haar aanhangers dat betekent dat iemand dient geloven dat alles wat aanbidden wordt naast الله جل وعلا dat dat vals is en batel is het is niet voldoende dat iemand een shirk verlaat door het niet te verrichten het is niet voldoende bijvoorbeeld iemand pleegt geen shirk hij pleegt geen shirk lakin hij verwerpt het niet dat anderen shirk pleegt bijvoorbeeld hij zegt bijvoorbeeld ik doe het niet maar als een ander dat wil doen misschien wordt hij daarvoor beloond of misschien klopt dat ook ik aanbid Allah maar die bijvoorbeeld die Jezus aanbid heeft misschien ook gelijk type dat is zo iemand is geen moslim hij dient een shirk te verwerpen hij dient verplicht te geloven met zijn hart dat alles wat aanbidden wordt naast الله جل وعلا dat dat vals is een batel is een afgoederij is waardoor iemand buiten de islam is en waardoor hij zal behoren tot de verliezers johmel kiyama hij dient dat te verwerpen met zijn hart en dat te geloven en hij dient het ook te haten hij dient elke vorm van afgoederij te haten en daar een afkeer van te hebben afgoederij die plaatsvindt en daarnaast wat te maken heeft met de aanhangers van de shirk dient hij ook dat te verwerpen hoe hij dient te geloven dat deze mensen kofar zijn kofar ongelovigen zijn die in de in die naam als een sterf op een shirk dat ze behoren tot de bewoners van de hel dat Allah جل وعلا deze oorde heeft geveld over de kofar en over de mushiroki dus hij dient dat ook te geloven hij kan niet zeggen van iemand die bij voor het mushiroki is hij zegt ik weet het niet of hij behoort tot de bewoners van de jannah of de bewoners van de naar als hij sterft op een shirk twijfelt hij zegt misschien kan hij ook naar de jannah gaan ook al heeft hij shirk en ook al is hij mushiroki ja mushiroki is kafir en kofar zijn de bewoners van van de hel dus hij dient dat te geloven wat hij dat gelooft dat gelooft hij in de woord van Allah jalla wa'ala want Allah heeft deze oorde geveld over de mushiroki dat ze behoren tot de bewoners van de hel mushiroki en we hebben eerder aangegeven dat het verwerpen van de shirk en haar aanhangers betekent niet dat je ze onrechtvaardig moet behandelen ja hier hebben we het over zaken die je moet geloven met je hart je dient de shirk te verwerpen en te geloven dat alles wat aanbeden wordt naast Allah subhanahu wa ta'ala dat het batel is en je dient te geloven dat diegene die shirk plegen mushiroki zijn en kofar zijn en daarnaast als het gaat om omgang met deze met deze mensen dan gelden er andere regels regels die te maken met omgang ligt dan aan hoe zo iemand wat voor persoon zo iemand is als zo iemand kafir is die jou niet bestrijdt en die de islam en moslims niet bestrijdt dan dienen wij goed om te gaan met zo'n persoon zoals Allah ons heeft bevolen in de Koran dit hebben we eerder opgenomd Allah subhanahu wa ta'ala verbiedt het ons niet om degenen die ons niet bestrijden en die ons niet wegdrijven uit onze huizen en onze woonplaatsen om goed te zijn voor hun en rechtvaardig te zijn voor hun ook al zijn ze moslims daarom de profeet ons goed tegen zijn Joodse birman en goed tegen zijn oom die moslims was omdat hij hem niet bestrijdt hij bestreed hem niet ook al was die moslims hij bezocht hem hij bezocht zieken en dergelijke ook al waren ze geen moslims en hij deed met hun hij dreef handel met hun dus hij bij omgang gelden er regels maar als het gaat om het hart naam dan hebben wij een afkeer dan hebben wij een bocht dan hebben wij een bara dat is verplicht omdat zij aadau Allah zijn en zij zijn de kine die diknoten aan Allah en Allah verloog en zijn profeet 3 gradaties gradaties van de religie van de din deze 3 gradaties zoals vele van jullie weten zijn overgeleverd in hadith Jibril waarin de profeet sallallahu aleyhi wassallam de antwoorden gaf aan Jibril toen hij hem vroeg over de islam en de iman en de ihsan vervolgens zei hij op het einde van de hadith dit is Jibril hij is naar jullie toegekomen om jullie religie te onderwijzen om jullie jullie religie te onderwijzen dus de gradaties van de religie zijn deze drie el islam en el iman en el ihsan dit noemen ze gradaties eigenlijk als de islam apart wordt genoemd dan omvat de islam heel de religie als de islam ergens in een hadith of in een aya wordt genoemd apart dan omvat de islam heel de religie inna dina indallahi en de islam heel de religie is dan de islam als de iman ergens wordt genoemd apart in een vers dan omvat ook de el iman heel de religie als de ihsan ergens wordt genoemd omvat het ook heel de religie als ze samen worden genoemd dan staan ze los van elkaar en zijn ze gradaties die van elkaar verschillen ieden hij zei dat al deze gradaties deze niveaus hebben allemaal zuilen elke zuil of elke gradatie van de dien de islam of de iman of de ihsan deze drie gradaties hebben allemaal zuilen of fundamenten hij zei de zeilen van de islam dat zijn er vijf vijf zeilen van de islam als eerste shahadat en la ilaha illallah en na muhammad rasulullah eerste zeilen van de zeilen van de islam is de getuigenverklaring dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah jalla wa'ala en dat de profeet muhammad salallahu alayhi wasalam zijn boodschapper is tajib ezen er kan el islam zijn vijf dit is de eerste roken en dit is ook de belangrijkste zijn de belangrijkste zijn is de getuigenverklaring shahadu an la ilaha illallah wa shahadu an na muhammad rasulullah ashadu wat betekent ashadu ashadu betekent ik getuig en ik getuig dat houdt in dat je iets uitspreekt wat je zeker weet dat is een getuigenverklaring die je aflegt als je gaat getuigen bij de rechtbank dan spreek je iets uit wat je zeker weet je getuigt daarvan als je twijfelt is er geen sprake van getuigenis als je het niet uitspreekt is er ook geen sprake van een getuigenverklaring dus een moslim is pas een moslim als hij getuigt als hij de shahade uitspreekt en hij spreekt datgene uit wat hij ook weet hij begrijpt wat hij uitspreekt en hij twijfelt daar niet aan hij twijfelt daar niet aan hij heeft zekerheid dat is een shahada ashadu betekent antiku bi ilmi wa ala yaqim hij spreekt uit met kennis en met zekerheid met zekerheid type uitspreek wat spreekt een moslim uit de getuigenverklaring la ilaha illallah type la ilaha illallah deze woorden dat zijn de beste woorden dat zijn de grootste en belangrijkste woorden die er zijn dat is de hoogste gradatie van de iman zo staat in hadith shu'ab al iman a'laha qawlu la ilaha illallah de hoogste gradatie van iman zijn de woorden la ilaha illallah om deze woorden la ilaha illallah heeft Allah jalla wa'ala de mensheid en de jin geschapen om deze woorden heeft hij ze geschapen en om deze woorden heeft Allah subhanahu wa ta'ala de hel en het paradijs geschapen en om deze woorden zijn de mensen opgesplitst in twee grote groepen de gelovigen en de ongelovigen dus deze woorden zijn belangrijke woorden vandaar dat een moslim deze woorden goed moet begrijpen en daar goed naar moet handelen want Allah jalla wa'ala heeft profeten gestuurd om deze reden en hij heeft boeken gezonden om deze reden om de mensen te verduidelijken wat de betekenis is van la ilaha illallah deze belangrijke woorden de beste woorden die er zijn de betekenis daarvan is لا معبود بحق illallah zoals de schrijver rahimahullah ook zegt la sharika la sharika fi mulki de schrijver rahimahullah jalla wa'ala hij zegt la ilaha illallah de betekenis daarvan is la معبود er is niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en de enige die het recht heeft om aanbeden te worden is Allah subhanahu wa ta'ala want hij is de enige die geschapen heeft en die voorziet en die bestuurt en die doet wat hij wil vandaar dat hij ook de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden als er anderen worden aanbeden naast Allah jalla wa'ala dan is dat bibatil dat zijn dat valse ghouden la ilaha betekent er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden als er anderen aan worden aanbeden en er worden ook anderen aanbeden naast Allah jalla wa'ala deze die aanbeden worden naast Allah zijn valse ghouden zoals Allah zegt in de Koran en ilaha betekent degene die in staat is om te scheppen dus hebben ze gezegd la ilaha illallah betekent er is niemand die schept behalve Allah als iemand dat gelooft is hij voor hun muwahid is hij voor hun muwahid lakken deze betekenis is batil want Abu Jahal die geloofde ook dat Allah jalla wa'ala de schepper was en niemand anders en Abu Lahab ook de muslikeer in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam ze hebben dat niet verworpen ze hebben deze betekenis die ahlul bidha geeft aan la ilaha illallah niet verworpen want als u werd gevraagd wie heeft de regen laten dalen en wie is de schepper wie heeft u geschapen wie voorziet zegt zij Allah dus de muslikeer die geloofde in dat Allah de schepper is dus dat kan nooit de betekenis zijn van la ilaha illallah vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de muslikeer ging uitnodig la ilaha illallah en hij zei tegen hun koel u la ilaha illallah tuflihu zeg la ilaha illallah jullie zullen slagen als zij dat begrepen wat ahlul bidha nu begrijpen dan zouden zij zeggen van la ilaha illallah want zij geloofden dat Allah de schepper was zij geloofden dat laten zij verwirpen la ilaha illallah omdat zij de werkelijk de betekenis wel wisten dat waren arabieren die begrepen taal die waren dat waren dus 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 het gaat om taal ze verwirpen la ilaha illallah ze zeiden ze zeiden toen de profeet zei heeft hij al deze afgode een gemaakt want dat is de betekenis van la ilaha illallah alle afgode worden verworpen behalve een alles wordt ontkend behalve een dat is la ilaha illallah er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve een dat is allah jalla wa'ala dat begrepen zij de musriki begrepen dat vandaar dat is dat hij had verworpen ze accepteerden dat niet ze wilden andere afgode nemen naast allah jalla wa'ala ezen el ilaha betekent el ma'boed degene die aanbeden wordt taip la ilaha er is geen god die aanbeden wordt behalve allah klopt ook niet er zijn andere goden die worden aanbeden naast allah subhanahu wa ta'ala daar is geen twijfel over en allah jalla wa'ala heeft dat ook bevestigd in de koran afara ayta man ittagada ilaha hu hawa sommige hebben voor hun begeerte hun god gemaakt er zijn andere afgode valse afgode die worden aanbeden dus la ilaha illallah betekent niet er is geen god die aanbeden wordt behalve allah want dat zou betekenen dat alles wat aanbeden wordt allah zou zijn en dat is die de extremisten van de sofis hebben ze zeggen alles wat je aanbedt is allah dus dat maakt niet uit wat je aanbedt want datgene wat aanbeden wordt is allah maakt niet uit wie of wat dat is batil vandaar dat hun grote sofie ibn arabi hij zei aanbeden wordt aanbeden wordt aanbeden wordt wat je aanbeden wordt aanbeden wordt إن قلت العبد فذاك عبد وإن قلت عبد فعنا يكلف على كل حال فما أكثر أكثرواً إنهم أنه أمرد صلى الله عليه وسطع لكن استعداد أكثر من تطبيق عليهم في القضاء wouldn't you give it to me أكثر من الدكتورary You must say there are no God that you have أو أن there is no أحد هذا for this to be a valid God وقال إلي أرابيس إصدقى هذا الشيخ هنا تفعله معناه لا معبودة بحق إلا الله لا معبودة بحق إلا الله إلا الله إلا الله لدي ربع خطس بحالف الله سبحانه وتعالى عزين رحمه الله لا إله نفيا جميع ما يُعبد من دون الله لا إله إلي هكون إن ان تقarım ي분ظ هوا يترلم وإنги ح لا إله إلي الله يمنح یام المترجم للقناة يضرب الأغة لا إله نفي وإلا الله الإسماع يضرب الأغة إليه بذكر والأغاء الآية من أنتك 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 وإنه أنه يستغل في ظهن البيد في الله عليه وسلعه يترضى في ظهن البيد وليس إلى عليه وسلعه وسلعه وضع هاتفه وضع هم هناك في الظهر aparece now ربما قال الله وَأْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِفُ مُهِي شِعَى وَأْبُدُ اللَّهِ إذن تتتتتتتبين أو تتتتتنين يا اللهي محمد وَأْبُدُ اللَّهِ تتتتتتتبين أو تتتتتنتين أو تتتتتعلين انبت الله علي حمود بفستغت عبد الله يبفستغت بفستغت علي الله وانبت الله علي ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به شيئا هل سبراك من في فربي من انتكالي لا تشرك به شيئا وانبدった اعلى 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 ا وَمَن يَكُفُرْ بِالْطَاغُوذِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَاغُوذِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فقد يستمسك بالعروة الوثقة من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله دخيني دي الطاغوت فرذربت إذا تم بفستخين وفر ونتكالي يعني مراد فرذربت فرذربت ويؤمن بالله إذا تم بفستخين لها يخلوفت الله جل وعلا ألين فقد يستمسك بالعروة الوثقة دي بجيخ فستخ هذا فقد يستمسك بالعروة الوثقة فات لا إلهي لله بتكند إذن لا إلهي لله يفتلون أن تتكالي ألين بفستخين مثل الروفيتين أيضا يقولون في هم فلقر يقولون أعبدوا الله بفستخين ما لكم من إلهي لغيره ما لكم من إلهي لغيره يفتلون أن تتكالي هناك يوجد أغطي يجب أن تتكالي أعبدوا لكم من إلهي لغيره إذن لا إلهي لغيره يوجد أغطي يوجد أغطي لا إلهي لغيره يوجد أغطي أو أغطي أغطي يوجد هذه المفتارات العادة باشرطة لا إله 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 هذه المفتارات هؤلاء حسن البسري رحمه الله تعالى شخصين عملت خده فشحصين الضملت خدمة عند ذلك قلت هم شخصين يقول إن الله يقول يمكن أن يكون ذلك للنصف الناس فهي إخلتها قلت إخلتها 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 بشكل جيد يعجتها إخلتها مع تحديث من المنتقل إخلتها أخرج وغموظة وعلى جيدة خلتها مهلاً إخلتها إن كانجة إن كانجة من أمام وقت تصدقى وعندما يشارك عنه ويشارك عنه أخبره ماهي أخبره على هذه الحالة يعني أخبره 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 لا إله إلي الله أخبره 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 الأخبره أخبره 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 كلهاателя ليت إدريه يقول لا إله إلاله فإنه يقول يعني يهير رفعت لأن المنافقين يقولون لا إله إلاله لكن هم عدد رفعت أن لا إله إلاله يعني ستركونين يحبون إلى دخولين يقولون يتجهرة عبر سوف يُiverد ثمان المنافقين يقولون لا إله إلاله إنه تتعلمين يعني إذا أخرى إذن لا يلاله الله ليس ليس لديه فكرة تجيب من جهة ولديه أيضا ولديه أيضا للحفوض مثل تجوه عندما يبيت وعندما يبيت القليم ، على الم thờiعة على القبل حسناً الإخitive يعني أن يحدث هذه الأشريات يحدث من ولاد المتحدة الكفاب ترجمة 유� AMD ذهما من ومن السؤال أ checkpoint العلم تع題 الدجBl يعني بالصف تعلم الدجوب وتكرPD لكنه ي EST الش today أتفع شخص إق screenné على ما إلاه يل الله أين من التحدث عن في ي felلم الله عكبر هكما يرمون الشoke veut those lgr说 الله عكبر نعم إليه ذلك لاه يوار أين لعه الى اله المهمة للمهمة لإله لاللاء المواقفة ، المواقفة ، المواقفة ، داخل كله الحالقان ان ل quarto الله и الناس أضع أسعوك أو سنشرب أو أولى إلى الدين شيء شريء إذا لا إله الله فuar قال فأعلم أنه لا إله إلا الله وستغفر لذنبك فأعلم أنه لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أعلمون أعلمون قلة إلا من أنه لا إله إلا الله شب Global هالية إله إلا الله لكن شهدتهم عليكم إلا الله يازد أنه لا إله إلا الله إنهم الآن فالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالب يmainه يمع الله فيه ي Erfahrung لها يمع الله يمع الله ونحن يمع الله يمع الله يعني أجتك ليسيلي أجتك أنه ليسيجي ماذا يت orchestra دستم طالب يمع الله يمع الله هم السلام منر تتغيب الأمر لا إله إلا الله يجب الأمر لا إله إلا الله اللاوه المتاهرة devant لله الجحن تثني أتين عنده إليه الله يSpairy فيه يه اعرف حسن يعلم هعري ي ي ي ي ي لي يعاني ي اذا؟ الان منثل انا لكن انا لحظة لكن ان منثلان اخرى ان يكون ان يكون ان تقريبا ان ان يكون ان تقدم اخي مرار اخي 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 وأخي افعلي اخي 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 ك ما يعبد slopes Gian communauté سن أنه كنوا أو يs بالس لا هذا هو Welć discourse أولون المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ماذا ثم للم يرطب ثم للم يرطب infra الحقيقي فهلاغ يقولون وليس تجيوش وليس تجيوش لا يمكن الأيام هذا هو هذا المشيق هذا المشيق المشيق الـ إغلاس الإغلاس الـ إغلاس الـ إغلاس إغلاس أفضل تكيب تكيب وت دعه وت drawing و έχت وتresh وتدي العالمي وتريве وتريغي العالمي الت aquí زمًا ليمًا إذا wearing أمور ك hated إسم زمج يقول يأخذ من Premier تدير يعني الإسug est informações في Margielłość الإسئول إلى رؤيت الله الإسئول إلى رؤيت الله إذا Association من أحد مثل نفس عندما هناك مكفر أولى أن يقوله أن يقولون Gangنا بلصنع صديق إنه يكون يقولون وغير ولا عصبي لكنه نعم هو أَيْ لاتنره يعني لا أمسك هو تعرض بسبق ما بأى مع قدgee إيموبي لا اللهيلاهي assessment وهو يع Honors لا الله الذي ي dizerه لكنه ما بالماذا transc fait مع قدي جنسة بتطبيق ذلك ridicوران في كبيرة يعني يا فقط اي Bohتانين في كبيرة يجب كبيرة يجب ان يكون مكة نسبة فعسنا في اجل مكة في مكة عارات عن ele في magazine فيها الحكد هذه الاشتراك إن الله علينا إلن الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذانك وجه الله الذي يبتغي بذانك وجه الله يبتغي بذانك وجه الله الله يمكن أن يحزغى أغم وخشifall الذي ي larva إنه لا إله إلا الله وهipp وتهيت له من الم positionsته إن إليه والع Цеجب له إنه يبحث عن هناك وله و tensل Wrong الأخرى وليك غوفر owned ويداكه Jingنا لذلك مع هؤل근 at least in تهيل ابتد وتتحدث بينه الذي ي именно عنده ي Branch يكون startup الشيخ الأخر فالك él فالكريم تبدو أنه قريبا هناك في المختلفة بين إخلاس و السدق السدق التي يتقاني ملات المعنز المنفقين 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 قالوا نشهد أنك لا رسول الله والله يعلم أنك وإنك لا رسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون هذه المنافقون لتأتي من البرفيت صلى الله عليه وسلم ذا قام بيد البرفيت إذن لإخدت تخطيخ فكلا ريقاف إذن زايد فارضا يخلو فدت أهد البوت سفر بيوتان الله لكن الله جل وعلا تخطيخ ذاك ليخنار زين زين هون هناك سدق زين لن لاشهد انهوا في العالي الله تيرضل تجيخ ليخنار زين 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 خطيخ تم unique كدخ تغني مت بات محدد من ذكين خطيخ ما يكوون من الزين ؟ يقولون به العالسينةهم ما ليسى في قلوبهم زين خطيخ زين خطيخ ماذا ليت محدد في منه زين خطيخ هذا الصحي هذا صحيح الهيحصال احد أنها شيخ bracelets ليس نفاق شيخ شيخ نفاق 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 الخير نفاق مناجقه. متحانك يحضر شيئ. قام يحضر شيئ. تحضر شيئ. ويحضر يحضر المساعد للغاية يقول ، لا إله الله محمد رسول الله لكن في حداً تحضر، عادف هذا يدد الحصية أيضاً يقول ، لا إله إلا الله إليه إليه رسول الله وكشيّك ، أيضاً أمضاء أوكاله أمضائه أمدد القديم في حداً يحضر شيئًا فإذا شيئًا غير ليس إلى الناس التي لا إله إلا الله التي أحضر أن أحضر التي أحضر أن أحضر إذن أسق ثم المحبة ونبدا على أساسي أنه يفيد من أن الله سبحانه و تعالى كان يكون الذي يصنعه الذي يكون cert اشتركوا فيه يتصحنيك للمهباء لا أصبيون outrage بالله wa produktه يجب من ذلك عملون على أناavan ويمكنك رأت ترى من كلتي من الله الذي axى وت�� ولكن من إليهرض تقولس، ليست ويحد ممن جزء السáp في بعض الله ويأن كل شيء السGs نكون إليه ويمكن شغره ويوجد فهلا أفضل أن المؤمناء والأفضلون في نهم خارعين تحودي ومعن من الشريعة تحودي يمكن ان يحورة لها هذا هو وعالة في الهراء يلا الله المحبب ويحراء أيضا من الهراء من أهمرة من لا إله إلا الله من المسلم الوالاء يحراء من المؤسسسين التي يجب عن هذه التخلال ويحراء عن المؤسسين التي لا يجب عن المؤسسين وعن من المؤسسين وعنه اتبغت على وجه البوغن عندما يجب ب local البياء أو أحياني أو يعني أحياني مي البياء ذلك إنه ما شريعه للسلام إنه قد أحياني اعرفها إذا لم يحياني أشهر إلى هذا المنزل يجب أن يجب أن شيء أجب يجب لم يجب اليزيل إجب عندما يقول ايه وكام البياني لوح في الله لكنه يقول يحب انتظاره احبه أحبه فإنما هذا هو مهال ما يحصبه مهال مهال من النسخ والمهال لا إله إله إلا الله Diegene die houdt van لا إله إلا الله Die houdt ook van datgene waar het opduit En van de sharia waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam mee is gekomen En als iemand één onderdeel van de sharia verwerpt Is hij geen gelovige En dat behoort tot Nawakid al-Islam Zoals ook de sheikh al-Islam heeft gezegd In Nawakid al-Islam من أبغض الشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عامي نبي Als iemand iets verwerpt, iets haat Waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam mee is gekomen Dan valt hij daardoor buiten de oefens van de islam Als hij weet dat de profeet hiermee is gekomen En het is bij hem bevestigd Lekene hij verwerpt het Hij verwerpt het Dan is zo iemand geen gelovige Ook al is het maar één onderdeel Als hij bijvoorbeeld onwetend is over deze zaak Is het een ander verhaal We hebben het over iemand die hij weet Het staat in de Qur'an Het is onderdeel van de islam De profeet heeft het gezegd Lekene hij zegt Ik verwerpt het Ik ben vrij Om te geloven Wat ik wil En om dit te verwerpen Ook al doet hij Alle aspecten van de islam Als hij één zaak verwerpt Daarvan Is zo iemand geen gelovige Is zo iemand geen gelovige Hij dient zich zelf over te geven aan Allah Subhanahu wa ta'ala Idan Al-mahabba Vervolgens Al-kabool Al-kabool Is het accepteren van La ilahe illallah En Waar het op duidt Hij dient dat Te accepteren En Niet daarvan Te verwerpen En acceptatie betekent Dat hij niet gaat tegenspreken Ga niet Zaken van de islam Tegenspreken Wat vandaag de dag Veel gebeurt Heel veel moslims Vandaag de dag Of Mensen die zich toeschrijven Aan de islam Zijn Niet tevreden Met de islam In zijn totaliteit Heel veel van Degenen die Beweren dat ze moslim zijn Verwerpen zaken En spreken dat tegen En Accepteren dat niet Dan zeggen ze Hoe kan dat zo zijn Hoe kan Allah subhanahu wa ta'ala Het toestaan voor een man Om vier vrouwen te nemen Dat accepteer ik niet Zagen ze dat Aude billah Iemand die dat verwerpt Terwijl dat Duidelijk is gemaakt Aan zo'n persoon Is kafir Iemand die verwerpt Dat een man recht heeft Om met vier vrouwen Te huwen Dat is een onderdeel Van de islam Allah subhanahu wa ta'ala Heeft dat Toegestaan In de koran Heel duidelijk De profeet Sallallahu alaihi wa sallam Ook Sahaba Waar ook met meerdere vrouwen getrouwd Waar het om gaat Is als iemand iets verwerpt Uit Van de islam Dan behoort hij niet Tot degene Die het hebben geaccepteerd Al kabul Een persoon Een moslim Die geeft zich over En accepteert Hij accepteert Alles En gaat niet Iets tegen spreken Van de islam Wat ik net zei Heel veel van deze tijd Spreken heel veel zaken tegen En ze denken dat ze daarmee Vrij zijn Ze beroepen zich op vrijheid En op vrije mensen Je moet vrij zijn En je moet kunnen zeggen wat je wil En je moet kritiek kunnen geven Op alles en iedereen Ook op de islam zeggen ze Ook op de religie Ook op de profeet Ook op Allah En dat moet je accepteren Na'udhu billah Bin al khudlan Iden De moslim die accepteert La ilahe illallah Een waard opduid Een waard opduid Vervolgens Al kabul Fumma al inqiyad Al inqiyad Wat we net hebben gehoord Bij el islam Is je zelf onderwerpen Door middel van gehoorzaamheid Onderwerpen aan La ilahe illallah Degene die la ilahe illallah Uitspreekt Oprecht Begrijpende betekenis Hij houdt ervan Die dient zichzelf Te onderwerpen A la ilahe illallah Hij dient te geloven Dat hij Verplicht is Om daarna te handelen En dat hij Verboden is Om in strijd te handelen La ilahe illallah Hij dient dat verplicht te geloven Wat ik net eerder zei Als iemand Dat gelooft Dan Is hij iemand Die zich heeft onderworpen Ook al schiet hij tekort Hier en daar Zolang hij geen afgoderij Plicht Iemand die la ilahe illallah Zegt En hij onderwerpt zich A la ilahe illallah En aan de geboden En de verboden Lekker Hij schiet tekort Hier en daar Zo iemand Behoort tot Degene die la ilahe illallah Hebben geaccepteerd Twee soorten hebben Voldoen niet aan deze voorwaarden Twee soorten Voldoen niet aan deze voorwaarden Van de inqiyat Van onderwerping Dat is iemand die Shirk pleegt Iemand die Mushrik is Voldoen niet aan Al inqiyat Hij heeft zich niet onderworpen A la ilahe illallah Want hij heeft La ilahe illallah Geldig gemaakt Door zijn Afgoderij En zijn shirk En iemand Die La ilahe illallah Uitspreekt En dergelijke Lakin Hij keert La ilahe illallah De rug toe Hij verricht niets Van la ilahe illallah Hij verlaat Alles Wat er mee te maken heeft Zo iemand Kan geen moslim zijn Zo iemand Kan niet Behoren tot Degene die La ilahe illallah Hebben geaccepteerd Deze zaken Moeten mensen goed begrijpen Dit zijn voorwaarden Van la ilahe illallah De geleerden Hebben deze Altijd Hebben deze Geleerde na geleerde Hebben deze Overgeleverd En verduidelijkt Aan de mensen En geaccepteerd Niet dat iemand Komt zeggen van nu Iemand kan moslim zijn Ook al doet hij Helemaal Niets Aan de islam Zo iemand Kan je niet voorstellen Als eerste Als eerste Kan je niet voorstellen Dat iemand moslim is En hij verricht Niets Van de islam Maar als dat zou zijn Dan behoort zo iemand Niet tot een moslim Hoe kan iemand Zich hebben onderworpen En hebben overgegeven En hij verricht Geen Sajda Voor Allah Subhanahu wa ta'ala Dat bestaat niet Dat is geen onderwerping Aan la ilahe illallah Geen onderwerping Aan Allah Jalla wa'ala Ieden Al-Iqiyad Onderwerpen Want Allah Subhanahu wa ta'ala Heeft boeken gezonden Heeft boeken geopenbaard En profeten gezonden Om deze reden Zodat de mensen Zich onderwerpen Aan Allah Elke profeet Die gezond is Is gezonden Zodat hij gehoorzaamd wordt Hij moet gehoorzaamd worden Door de mensen Iemand die Geen profeet Gehoorzaam In niets Hij verricht Niets Wat de profeet Heeft gezegd Zo iemand Heeft de De rug toegekeerd En dit behoort Tot Nawaqid Islam Tot Nawaqid Islam Al-I'raad Al-Dinillah Zoals Sheikh Islam Heeft gezegd In Nawaqid Al-Islam Al-I'raad Totale I'raad Totale Afstand Neemen Van de religie Totale afstand Dat is koffer Iemand die Een deel doet En een deel laat Dat is een ander verhaal Zo iemand Heeft zich onderworpen Voor een gedeelte Zo iemand is Moenqad In zijn algemeenheid Ook al Valt hij daardoor In zonde En behoort hij Tot De zonde Ieden Dit zijn De Zeven voorwaarden Van La ilah Illallah En Sommige geleerders Zoals Sheikh Hafid Hakami Rahimahullah Heeft dat opgenoemd In Zijn boek Sulla Al-Wasool In een Dicht Vorm Hij zei En للا إله إلا الله يعني دي خالفوا لا إله إلا الله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا غردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فأدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه